ما هو الحيوان الذي يسمع من لسانه هو الثعبان وما هو الحيوان الذي يتنفس وفامه مغلق هو الضفضع وما هو الحيوان الذي يوجد قلبه في الجهة اليمنى هو الأسد وما هو الحيوان الذي لا يمكنه التحرك للخلف هو الكنغر وما هو الحيوان الذي يسمع من قدميه هو الجراد وما هو الحيوان الذي يستطيع أن يشرب ماء البحر المالح هو الجمل ولماذا ينام السمك وعيناه مفتوحتان لأنه ليس له جفون وما هو الحيوان الذي يختفي تحت أشعة الشمس هو قنديل البحر وما هو الطائر الذي اشتكى لسليمان عليه السلام من البشر هو الغراب وما هي الأرملة السوداء هي أنثى العنكبوت ولماذا سميت بذلك لأنها تقتل زوجها بعد التزاوج وما هو اسم فيل أبره الحبشية اسمه محمود وما هو الكائن الذي أنظر قومه لا هو من الإنس ولا من الجن هي النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ليحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها